اشتركوا في القناة تعلمت وشاركت تفعي قدما بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية ونظرا لما لمناسبة يوم المرأة البحرينية من اهمية كبرى فقد تفضل حضرة صاحب الجلالاء الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة برعاية الاحتفال الاول بيوم المرأة البحرينية في شهر ديسمبر عام 2008 وكان شعار هذا اليوم 80 عاما من التعليم النظامي والانجاز وفي العام 2009 جرى الاحتفاء بالمرأة في القطاع الصحي تحت شعار المرأة والامن الصحي قابلة ممرضة وطبيبة وتوالت انجازات المرأة عاما وراء عام ففي يوم المرأة البحرينية 2010 تم اختيار موضوع العمل التطوعي للمرأة وذلك تقديرا لمسيرة حافلة بالعطاء للنساء البحرينيات الأوائل اللواتي بدأنا مسيرة العمل التطوعي وفي العام 2011 تم اختيار التمكين الاقتصادي للمرأة موضوعا ليوم المرأة البحرينية واطلاق امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة وافتتاح معرض رائدات الأعمال الشابات ولأن انجازات المرأة البحرينية لا حدود لها فقد تم تخصيص يوم المرأة البحرينية 2012 للاحتفال بانجازاتها في المجال الرياضي أما في عام 2013 فقد وقع الاختيار على أن يكون عمل المرأة البحرينية في المجال الإعلامي موضوع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية وذلك للاحتفاء بانجازات المرأة في مجال الإعلام وفي العام 2014 جرى الاحتفاء بالمرأة في المجال العسكري نظراً لما حققته المرأة البحرينية على مدى 40 عاماً من إنجاز في السلك العسكري بمختلف قطاعاته الخدمية والمتلوعة في العام 2015 جرى تخصيص يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي تماشياً مع الإنجازات العريقة التي حققتها المرأة في هذا القطاع وبقدرتها على الإسهام بفعالية في تكريس دور البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد وفي العام 2016 أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص مناسبة يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي حيث نوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدماً في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي ونظراً لما قدمته المرأة البحرينية من عطاءات مهمة في المجال الهندسي على مدى قرابة الأربعين عاماً الماضية جرى تخصيص عام 2017 للاحتفاء بها في هذا القطاع وفي مطلع العام 2018 أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي والتي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي وجاء اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب عشرين عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين وخمسة عشر عاماً على دخول المرأة المجال التشريعية والبلدية المنتخبة وفي العام الماضي 2019 خصص المجلس الأعلى للمرأة مناسبة يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال التعليم العالي وعلوم المستقبل وذلك تزامناً مع مرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين وفي هذا العام يحتفي المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة البحرينية في مجال العامل الدبلوماسي احتفاءاً وتقديراً بمنجزاتها وجهود منتسبيها إن تخصيص يوماً للاحتفال بإنجازات المرأة البحرينية في كل المجالات هو استحقاق وتقدير لعطائها المتميز ولدورها المتفاني في مختلف القطاعات والمجالات والتي تحققت عبر التجريع والدعم والاهتمام وخلق الفرص الحقيقية لمشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء وتنمية المملكة وبناء البحرين الحديثة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين